مرحبا بكم في تقرير آخر يدخل ضمن حصاد السنة حيث سنركز في هذه الحلقة على الفئة الدنيا من الهواتف الذكية دعونا نتعرف على أفضل الهواتف الاقتصادية لسنة 2021 بسعر أقل من 150 دولار البداية مع جالكسي F12 بكاميرا جيدة ومعالج قوي مع بطارية ضخمة بالنسبة للسعر المنخفض الشاشة 6.5 إنش بدقة HD Plus والعتاد يضم معالجة Exynos 850 من سامسونج جيد للاستخدام فوق المتوسط مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 تلتقط صور جيدة والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 6000 ميلي أمبير سعر الهاتف يبدأ من 150 دولار ثانيا جالكسي M02S هاتف آخر من سامسونج ولكن هذه المرة من سلسلة الام يأتي بشاشة 6.5 إنش بدقة HD Plus يعمل بمعالج سناب دراجون 450 من كوالكم جيد للاستعمال المتوسط أو فوق الاقتصادي مع رام 3 جيجا وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت أو سعة أخرى 4 جيجا بايت مع تخزين 64 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 والأمامية 5 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير وسعر الهاتف يبدأ من 122 دولار ثالثا جالاكسي M12 هاتف بنفس تصميمي ومواصفات F12 مع اختلاف في سعة البطارية وخيارات الرام يأتي بشاشة 6.5 إنش بدقة HD Plus ومعالج إكزانوس 850 جيد للاستخدام فوق المتوسط مع رام 3 أو 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وأخيرا سعة البطارية 5000 ميلي أمبير سعر الهاتف 150 دولاراً رابعاً بوكو C31 هاتف بوكو الاقتصادي في هذه القائمة يقدم شاشة 6.53 إنش بدقة HD Plus مع معالج هيليو G35 ورام 3 أو 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 والأمامية 5 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير سعر الهاتف يبدأ من 115 دولاراً خامساً أوبو A16 يقدم الهاتف شاشة مقاس 6.52 إنش بدقة HD Plus وعمل بمعالج متوسط من ميديا تيك هيليو G35 مع رام 3 أو 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 أو 64 أو حتى 256 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل لالتقاط صور لا بأس بها والأمامية 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير وسعر الهاتف يبدأ من 140 دولاراً شاهد مراجعة رقمي عن الهاتف سادساً Realme C20 هاتف بتصميم جيد وشاشة 6.5 إنش بدقة HD Plus مع معالج هيليو G35 جيد للإستخدام المتوسط مع رام 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدس 2.0 والأمامية 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير وسعر الهاتف يبدأ من 105 دولارات سابعاً انفينيكس هوت 11 بلاي شركة انكسبت مكانة مهمة لدى مستخدمي الهواتف المتوسطة في بعض الدول العربية بأجهزة تناسب احتياجات المستخدم كهوت 11 بلاي يتي هذا الهاتف بشاشة كبيرة 6.82 إنش بدقة HD Plus وعتار يضم معالج هيليو جي 35 معرام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين كبيرة 28 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 6000 ميلي أمبير وسعر الهاتف 130 دولاراً ثامناً نوكيا جي 10 هاتف من نوكيا بمواصفات يمكنها المنافسة في هذه الفئة الشاشة 6.52 إنش بدقة HD Plus والمعالج هيليو جي 25 من ميديا تيك جيد للاستخدام المتوسط معرام 3 أو 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل تلتقط صوراً لباس بها والأمامية 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5050 ميلي أمبير وسعر الهاتف يبدأ من 150 دولاراً تاسعاً تيكنو سبارك 7P علامة تجارية أخرى نشيطة في هذه الفئة السعرية وموجودة في عدة دول عربية يأتي الهاتف بشاشة 6.8 إنش بدقة HD Plus مع معالج هيليو جي 70 بسعة رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 16 ميجا بيكسل تلتقط صوراً جيدة والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير وسعر الهاتف حوالي 120 دولاراً عاشراً وأخيراً Vivo Y15S بجانب التصميم الممتاز بالنسبة لفئاته السعرية الهاتف بشاشة 6.51 إنش بدقة HD Plus مع عتاد النظام معالجة هيليو P35 جيد للإستخدام المتوسط ورام 3 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 32 جيجا بايت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 تلتقط صوراً لباس بها والأمامية 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير وسعر الهاتف 133 دولاراً كانت هذه اختياراتنا لأفضل الهاتف الاقتصادية لسنة 2021 بسعر أقل من 150 دولاراً هل تستخدم هواتف هذه الفئة؟ أم تجدها لا تلبي مطالبك واحتياجاتك؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات ونلتقي في الحلقة القادمة من أفضل عشرة على الرقامي تيفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر